في أرض ما تزال رائحة الموت تفوح منها يبحث هؤلاء الشباب بين أنقاض الحرب عن ما تبقى من المعادن التي يمكن بيعها لجمع قوتي يومهم يعملون بين مخاطر الألغام والأحزمة الناسفة وينتظرون الجهد الهندسي يكمل التطهير ليبدأ عملهم بعد ذلك لو أنا خطرة بس نشتغل بيها والله من نقعد نارين ثلاث يام بل مطر لا ناكل لنا أشرب بس نقول الحمد لله واحد يسوي نجيع اللون بيها القام وشي بس بل أنقاض الهندسي يمشون من يمشون نقولون نشتغله عشرة ألاف دينار هي معدل ما يحصل عليه العاملون في هذا المجال أو كما يسمونهم باللهجة العامية العتاقة دخل يومي لا يساوي شيئا مقارنة بالمخاطر التي تواجههم من انهيارات الجدران وبقايا المنازل يومي يطلع من الثماني الصباح أطبع حديد نواعم من اللق قديمة يطلع المهندس سلم الحديد عشت آلاف دينار خمس آلاف ولا رجع على البيت ألف الحمد لله ما تخاف من هالخام من أنقاتك عليكم؟ والله تخوف والله لقلك يتخوف ليش ما تخوف أنا قبل فترة تتوقف فيه توقوف والله تروب الصبق قبل وقعت بيها جوه الحمد لله ما تأذيت نسب البطالة في نينوا بدأت ترتفع بصورة كبيرة واقتربت من أربعين بالمئة فيما تعيش أكثر من هذه النسبة تحت مستوى خط الفقر فمعدل دخل الفرد الشهرية لم يعد يتجاوز مائة وخمسة وعشرين ألف دينار عراقية مصائب قوم النأ عند قوم فوائد مثل نأ ينطبق حاله على هذه المشاهد هنا أصحاب الدور هم من النازحين الذين التهمت نيران الحرب منازلهم وآخرون يجمعون ما تبقى منها لسد معيشتهم من الموصل محمود الجماس قناة التغيير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة